الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثاني من تحرير الوسيلة إنها الرسالة العملية لروح الله الخميني وهذه الرسالة في أصلها لأبو الحسن الإصفهاني هذه الرسالة العملية لأبو الحسن الإصفهاني المرجع الشيعي المعروف رسالته العملية عنوانها وسيلة النجاة الخميني أعاد كتابتها لكنه وافق أبو الحسن الإصفهاني في الكثير منها وخالفه في بعض الموارد فإنه أعاد كتابة رسالة أبو الحسن الإصفهاني ولذلك سميت بتحرير وسيلة النجاة هذا الاسم الأول لها حينما طبعت بعد ذلك تغير العنوان فاختصر تحرير الوسيلة وسيلة النجاة لأبو الحسن الإصفهاني والتحرير إعادة كتابة فهذه الفتوى مثلا في الصفحة الحادية والعشرين بعد المائتين من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها المسألة الثانية بعد العاشرة من مسائل باب النكاح لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ والتفخيذ معلوم لديكم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة هذه المسألة أساسا أثبتها وألفها وكتبها أبو الحسن الإصفهاني ووافقه الخميني عليها ووافقه أيضا محمد رضا القلبايقاني في رسالته العملية هدايته العباد في الجزء الثاني في باب النكاح ووافقهم آخرون هذه القضية مستمرة أنا أسأل هؤلاء أين وجدوا هذا في كتاب الله أين وجدوا هذا في حديث العترة الطاهرة هذا الهراء وهذا السخف يبقى مستمرا لماذا المشكلة ليست في المراجع أنفسهم فأنا متأكد من أن المراجع هؤلاء لم ينفذ هذا الأمر عملية سواء الذين ذكرتهم أو الذين لم أذكرهم هذا أمر تتقزز منه النفوس رضيعة في قماطها أي حيوان هذا تميل نفسه أن يفخذها أي حيوان هذا أنا متأكد أن هؤلاء المراجع لا يقومون بهذا الأمر المشكلة ليست فيهم المشكلة في المنهج لكن المشكلة الأكبر لو أن أحدا نبههم سيعاندون سيصرون على ضلالهم هذه هي المشكلة القائمة الآن والحكاية لا تنتهي عند هذه القذارة هذه القذارة ستصل إلى تفسير القرآن التفاسير التي كتبها الطوسيون هي أكوام من القذارة ستصل إلى العقائد ستصل إلى فهم وشرح الزيارات والأدعية سيتحول الدين إلى قذارة إلى مزبلة وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع أصل المشكلة في المنهج وأصل مشكلة المنهج أنه يتبنى مذهبا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة إنه مذهب عباسي نجس قذر أسسه لنا الطوسي المشكلة هنا المشكلة في المذهب الذي تحول إلى منهج وهذا المنهج تمسك به المراجع الطوسيون حتى لو اكتشفوا الحقيقة لن يتراجعوا عن هذا المذهب النجس عناداً ومحافظة على مصالحهم الدنيوية هذه هي الحقيقة من الآخر أنتم أنتم أحدثكم أبنائي وبناتي من شيعة الحجة بن الحسن ليس عندكم من مصلحة دنيوية في أن تبقوا على المذهب الطوسي مراجع النجف وكربلاء هؤلاء يبحثون عن مصالحهم وعن شهواتهم في الرئاسة والزعامة يريدون أن يورثوا هذه القذارة لأولادهم وأحفادهم سود الله تعالى وجوههم عاقبة سيئة ودين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة ولذا أقول لهم دينهم على الأقل أتحدث عن نفسي ولي ديني ولهذا السبب أجلس هذا المجلس كي أفضح هؤلاء أنا لا أتحدث عن الأشخاص الأشخاص بالنسبة لي ليسوا مهمين أنا أتحدث عن المنهج لكنني كيف أوضح لكم ضلال المنهج لابد أن أتحدث عن الآراء والأقوال وحينما أتحدث عن الآراء والأقوال لابد أن أتحدث عن أصحابها وإلا فلست مهووسا بالحديث عن الأشخاص والأسماء أنا مهتم بالحديث عن المذهب نفسه عن منهج الضلال هذا الذي حارب ولازال يحارب دين العترة الطاهرة والذي ضلل أجيالنا السابقة ولازال يضلل بقايا تلك الأجيال وأسفا وأسفا على أجدادنا وأبائنا وأقربائنا الذين قضوا على مذهب الضلال الطوسي رحمة محمد وآل محمد ستسعهم ولكن هناك فارق كبير بين من يذهب إلى الجنة مرفوع الرأس وبين من يذهب إلى الجنة وعورته متكشفة الروايات تقول والله الروايات تقول تقول هناك من الناس من الشيعة يدخلون الجنة وتبقى عوراتهم متكشفة يراها أهل الجنان فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء أدرك أنفسكم أدرك أنفسكم وأسفا وأسفا على أهالينا والله كلما رأيت جنازة شعية يهيمن علي الأسف أن هذا مات أو هذه ماتت وهي لا تعرف شيئا من دين العترة الطاهرة وتتوقع أنها كانت على دين العترة الطاهرة وما هي كذلك لقد ضحك عليها مراجع النجفي وكربلاء هؤلاء الكذابون الدجالون الأشقياء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر